قال اللبناني كارلوس غوصن إنه اضطر إلى الهرب من اليابان نظرا لارتفاع احتمالات الإدانة فيها إلى 99% و14 وأكد الرئيس السابق لشركة نيسان موتورز للسيارات أنه أدرك صعوبة الدفاع عن نفسها بعد تعرضه وعائلته إلى مشكلات في اليابان الأمر الذي دفعه لمغادرتها وأوقف غوصن أو أوقف في توكيو خليفة العام 2018 بتهمة ارتكال بمخالفة مالية في الشركة التي أنقضها من الإفلاس ثم تمكن في ربيع العام الماضي من الهرب إلى لبنان